السلام عليكم ولمتابعون الكرام شكرا لكم أيها الطيبون الأخوة نزولا عند رغبة أحد المتابعين الذي قال اشرح لنا بالدريجة واخر الإخبار هذه المنطقة هي اللي كاينة ما بين القنطرة الحسن الثاني والقنطرة البطانة أحدها ماكدونالد ديالسلة معروفة البارح درنا لكم فيديو اليوم درنا لكم فيديو آخر فيديو قصير فيه جو دقائق فين وصلت الأشغال وشنو جرى شنو اليوم الجديد الجديد الأخوة كما تتشوفوا قدامكم المنطقة اللي تحيدو منها تحيدو تحيدو منا جليج وصيبو لهTh arbets الإخوة لمنو للربيع هذه المنطقة كاملة كما تتشوفوا ههم أعمروها إخوة باش عمروها بالبيطان وهذا المادة البيضة اللي تتبري لكم الفوق هاد المادة البيضة شنو الاخوة الهدف دياله هو أن تتخلي لينا العجينة ديال البيطان تتقار طبع تمكن لأن هاد المادة البيضة تتحيد لأن إذا جاو يدראوا لإخوة البيطان بلا هاد المادة البيضة 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 هادي0000 انشفليه نضغية ضغيهplantsم تنشفلينا ضغيهhm ولكن ماو города يعطينا هذاك الشكل الديزلكسيفي اللي احنا باغين اذا باش نخليه هاد العجينة الضبع ونديرو الشكل الديزلكسيفي اللي احنا باغين لان هاد المادة تيجيوا الاضراري من بعد وتضربوها بالماد تضربوها بالماء الماء اللي تكون مضغوط يعني بالCOMPRESSION اشو نتيديرو ؟ تيديرو هاد المادة البيضة باش غدا ان شاء الله بالل يجيو سوف يعملون علىها و هذه القوة النهائي tip�� يقوى أن% اضافة يمكن أعطينا ذلك الشكل النهائي اما إذا يعملون بلعج هذه المادة البيضاء تنصف في البلاسة لا تعلني ذلك الشكل الذي نحن بغيها tip�� كما تنشوفون هنا في هذه المنطقة يبدو أن تنزعون 3 طوارات إذن هذا هو الشكل النهائي tip�� هذا ركنت بحل أخرى بالدالة ضربت بالبيستولة و بالماغ يولد كما تنشوفون هو tipto تشوفوا في قدامكم. تقول لي بهذا الشكل هذا. رأيته هذا كان بحلو بحال ذكي بلي صورنا في الأول. ولكن بلي التغزيل رأولها هكو. إذا نحسن ذك المنطقة بلي صورت لكم في الأول. عيدرون لنا نفس العملية. غريت تغزيل هذه المادة البيضاء تضرب بالبيستوري وتعطينا ذكي النتيجة اللي شفنا اللي شفنا يعني في الأخر ديالفيديو. هذه الخوية القنطرة ديالبطانة.